اسقاط عضوية النائب محمد أنور السداد عضو المجلس عن محفظة المنوفية ده كان في وقعتين وضع أولا وضع أسماء غير صحيحة لنواب في مشروعي قانون الجماعات الأهلية والإجراءات الجنائية والتانية كان في وقعة تسليم معلومات عن مجلس النواب للبرلمان الدولي تضمنت العقوبات حرمانة أيضا من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانقاد في وقعة تسليم قانون الجماعيات لإحدى السفرات الأجنبية زي ما كنت بقول لحضراتكم موضوع يعني أثار الجدل أو إلى حد ما نس كتير جدا كانت متابعات طيب خلينا نفهم أكتر معنا على التليفون سيدة النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب سيدة النائب صباح الخير على حضرتك أستاذ مصطفى سيدة النهوان صباح الخير صباح الخير أستاذ محمد صباح الخير أستاذ مصطفى أهلا بك أفضل أهلا بحضرتك ممكن كده معلش نبدأ الموضوع من الأول شوية بس سريعا نفهم من حضرتك بالزبط الوقاتين ونفهم من حضرتك دلوقتي الوضع عامل إزاي بالنسبة النائب محمد أنور السادات تفضل فان حقيقة سلاس وقائع كما تفضلت الواقع الأولى تحريض ضد البرلمان المصري عن طريق رسال الخطاب إلى الاتحاد البرلماني الدولي مملوء بالمغالطات والمعلومات الغير صحيحة التي تحرض على مقاطعة البرلمان المصري لأجباب متعلقة به هو وممارفاته داخل البرلمان الأمر الثاني أن وزيرة التضامن الاجتماعي فوجئت بأحد صفراء الدول الأجنبية يذهب عليها ويخاطبها ويسألها لماذا تصدرون مثل هذا القانون كان يقصد قانون الجمعية الأهلية الذي كان في هذا الوقت طور المناقشة في وزارة التضامن الاجتماعي ولم يتم حتى عرضه على الحكومة ففوجئة الوزيرة فقالت له من الذي أعطاك هذا المشروع الذي هو قيد النقاش حتى الآن فقال لها بوضوح النائب محمد أنور السادات أعطاه لي وأعطاه لكثير من الصفراء الأجنب فقامت الوزيرة تقديم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب النقطة الثالثة هو تقدم عدد من النواب بمذكرة إلى سيد رئيس المجلس يمكنون فيها ما نسب إليهم من توقعات على قانوني واحد متعلق بالإجراءات الجنائية والآخر متعلق بالجمعات الأهلية لقعدهما النائب أنور السادات وأقر مسؤوليته عن تقديم هذين القانونين إلى المجلس بما فيهم من توقعات هي محل شكل لجنة القيم اجتمعت بكامل أعضائها قررت إسقاط العضوية في قضيتين والحرمان لدور النعقاد كامل في القضية الثالثة رفع الأمر إلى اللجنة السورية والتشرائية يوم الأحد سيكون لدينا اجتماع في الخامسة مساء في اللجنة التشرائية لنصدر القرار واستنادا إلى المدى 388 لابد أن يوافق على إسقاط العضوية ثلثي أعضاء اللجنة اللجنة 47 عضو لابد أن يوافق 31 عضو فإذا تمت الموافقة رفع الأمر إلى الجلسة العامة لاتخاذ القرار الملاتب فيما يتعلق أستاذ مصطفى بزيارة السفيل السويسري إلى المجلس النواب والكلام الدائر أو ما تم تدوله أنه طلب عدم توقيع أي عقوبة تخص النائب محمد أنور السادات للأسف هذا الكلام صحيح ويمثل تدخلا سافرا في شؤون مجلس النواب السفيل السويسري ذهب إلى رئيس البرلمان وطلب منه رفع أي عقوبة يمكن أن توقع على النائب أنور السادات طب دلالة دا إيه يا فندم؟ لابن حرك تقرأ دلالة إيه؟ طبعا دلالة على عمق العلاقة بين أنور السادات والسفارات الأجنبية التي راحت الآن تمارس ضغطا على البرلمان نظن منها أن البرلمان يمكن أن يستجيب لمثل هذه النداءات بشكل أو بآخر أعتقد أنه دا مش أول مرة قبل ذلك الحقيقة كان في تدخلات عديدة جاءت مرة نائبة رئيس الاتحاد البرلماني نائبة رئيس البرلمان الألماني وطرحت عدد من الأسماء للسفر إلى ألمانيا وعندما سأل رئيس البرلمان من أين هذه الأسماء قالت الشحانية النائبة أنور السادات فقرر رئيس البرلمان أن لا يسافر أحد وقال لها نحن الذين نرشح ولا نقبل أسماء معينة لتفاريها إلى الخارج وقس على ذلك كثير من الأمور التي حاول بعض السفراء إلى جانب التدخل فيها ولكن رئيس البرلمان كان دائما حقق صد لمثل هذه التدخلات طيب قبل ما نقف الباس الشيات النائبة عندي السؤال لأن أنا همثل وجهة النظر الأخرى البعض بيقول ولو هنتكلم تحديدا في فكرة التخاطب مع بعض الجهات الأجنبية يعني سواء سفارات أو غيره بيتقال إن دا نائب وطبيعي للنائب يكون لي مثلا تعامل مع سفارات أجنبية أو غيره فرد حضرتك على الموضوع دا إيه برضه يعني فارغ كبير بين التعامل مع سفارة معينة كمسؤول أو كنائب أو كرئيس لجنة وبين التدخل في الشأن الداخلي المصري أو التحريض أو السماح لهم بالتدخل نعم بالتأكيد هذا أمر اختلف تماما هناك لقاءات تحدث بين عدد كبير من النواب وسفراء الجانب في حفلات أو غيره يعني لا ضرر ولا ضرار لكن عندما تحول الأمر إلى التحريض أو الإدلاق بمعلومات غير صحيحة عن البلد أعتقد أن ذلك يمثل تحريضا على التدخل بل أستطيع أن أقول أنه يمثل جريمة في حق البلد نشكرا جدا سيدة النائب مصطفى بكري شكرا لك